السلام عليكم طلاب كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم الموفقية وتتخرجون ونفرح بكم اليوم نكمل محاضرتنا السابقة بخصوص الكاربانيان وان وإحنا يعني جزيناها لكم جزيا على مدلسل عليكم دوخة ونكمل اليوم بقية التفاعلات الخاصة بالكاربانيان وان أذكركم إحنا بالمحاضرة اللي راحت حتينا عن أنه الكاربانيان وان وقلنا هي الكاربون تحمل شحنة سالبة اللي هي مجاورة إلى مجموعة الكاربونيل هذه يسموها كاربانيان وان وحتينا أيضا أنه شون نحصل على هذه الكاربانيان وان وقلنا يابا احنا لازم بالأساس عندنا ألفا هايدروجين يعني هايدروجين مجاورة إلى مجموعة كاربونيل هذه مجموعة كاربونيل اللي مجاورة لا يعتبر ألفا فهذه الألفا هيدروجين تمتلك صفحة حامضية نقدر باستخدام وسط قاعدي نحصل على كاربانيان وان وحكينا أيضا أنه بعد ما كونا الكاربانيان وان بشنون استفاد من عدها واحد من التفاعلات اللي حكينا عنها أنه عدنا الإضافة النيوكليوفيلية لمجموعة الكاربونيل واللي نقول عنها نقدر نضيف لها النيوكليوفيل أين كان النيوكليوفيل نحن لا نعلاق بأنواع النيوكليوفيلات مراكزين بمواضيعنا هذه على الكاربانيان وان واحد من المركبات اللي نعتبرها النيوكليوفيل هو المركب اللي يحمل شحنة سالبة الكاربانيان وان هذا نقدر نستغله بتفاعلات لمجموعة الكاربونيل وحكينا عنه أهم تفاعل في هذا الموضوع هو تفاعل تكاثف الدول الدول كندنزيشن وحكينا عنه الدول وقلنا يحدث بين الدهيد أو الكيتون بوجود وسط حامضي أو قاعدي وأيضا ذكرنا لكم أنه الدول في حال عندنا وسط قاعدي راح يتوقف والقاعدي ضعيف راح يتوقف التفاعل عند المركب يحتوي على هايدروكسي جروب بالموقع بيتا يعني أنا عندي مركب من عائلة الكاربونيلات يمتلك مجموعة هايدروكسي في الموقع بيتا وإذا أنا عندي عندي وسط حامضي راح نتحول إلى أنه يصير عديد ونحصل على مركب من عائلات مركبات كاربونيل غير المشبعة هنا نعدي وهذا المتشبع وقلنا هذا يتم بوسط حامضي أو وسط قاعدي مركز طيب وأيضا ذكرنا لكم قلنا الشرط الأساسي حتى يتم تفاعل الدول هو أنا عندي أحد المتفاعلات لابد أن يمتلك ألفا هايدروجين ألفا هايدروجين علمود هذا الألفا هايدروجين يعني نسولها السحب بوسط قاعدي حتى نحولها إلى نيوكليو في كاربانيان 1 وإذا أنا كان عندي مثلا عندي ألدهيد مثل ما ذكرنا لكم هذا على سبيل الفرص أستالدهيد الآن هذا بس ضيف لوسط قاعدي أو وسط حامضي حسن القاعدي مركز أو مخفف ماكو مشكلة الوسط الحامضي مخفف هذا راح يتفاعل مع نفسه يعني عفوا يستربيه ويتفاعل مع نفسه وهذه الجزائية ممكن يعني بالبداية يصير هنا هذي يتكون كاربانيان ويتكاتف مع الجزائية أخرى غير متفاعلة طيب يبقى السؤال أنه أنا إذا أجاني ألدهيد لا يمتلك هايدروجين ألفا مثل هذا اللي نشوفه هنا هنا هسه هذا بنزلدهيد الألفا كاربون هذي لا يوجد فيها هايدروجين فأنا هنا لو هاي الحالة هاي الجزاء ما ممكن أنه تتفاعل مع نفسه وفق ألدول باعتبار ألدول لازم أنه جزء يكون كاربانيان وجزء ما متفاعل وممكن هذا يهاجم هذا الآن أنا هنا ما عندي الكاربانيان ما راح يتكونه أساسا لأن الكاربانيان يشترض وجود ألفا هايدروجين ما عندي ألفا هايدروجين إذن لا يمكن أن يتم تفاعل ألدول وهذه ما أخذيها العام بالعملي ذاكريها لكم أنه ألدول لا يتم إلا إذا كان المركب يمتلك ألفا هايدروجين طيب في حال أنا عندي مركب كاربونيل واستخدمت له وسط قاعدي مركز وهو ما يمتلك ألفا هايدروجين راح يتم تفاعل آخر وهو نسميه تفاعل كنزارو راكشن مثل ما هنا أنا موضحينا لكم ما أخذينا السنة الراحة مشتغلين بالمختبر أنتم بنفسكم كنزارو راكشن لما نجيب ألدهيد يعني معوض لا يمتلك ألفا هايدروجين هنا عدنا البنزالدهيد هذا من نفعله معه وسط قاعدي مركز راح يستطيع التفاعل كنزارو هو بالحقيقة تفاعل أكساد أختزال يعني تفاعل أكساد أختزال في نفس الوقت أنت تعرف أنه الألدهيد منيت أكساد ينطيني حامض كاربوكسيلي والألدهيد منيت أكساد ينطيني كحول فشوف أنت التفاعل هسا ناتج مالته هنا أنا ناتج أنه جزء جزء راح يكون عندك حامض كاربوكسيلي وجزء كحول هذا طبعا نضيف له يعني وسط حامضين حوله إلى بنزل وكساد هنا عندي بنزل الكحول طيب هسا انت اشتفهم من هذا التفاعل تفاعل كنزارو اللي انت مشتغلها أساسا بالمختبر العملي تقول تفاعل كنزارو يختلف عن تفاعل ألدول هو خاص تفاعل كنزارو بالألدهيدات التي لا تمتلك ألفا هايدروجين مثل يش مثل بنزل دهيد فورمال دهيد والآخر ممكن أنا هسا مثلا مثلا يعني يجيك ألدهيد هالشكل هذا هذا الآن خلي نقول عندي هذا ألدهيد وهنا الكاربون هذي معوضة يعني هنا أنا R طيب هنا أنا أشوفها الكاربون لا تمتلك ألفا هايدروجين فهذا هسا من نضيف لوسط قاعدي وسط قاعدي مركز ما ممكن يصير بي تكاثف ألدول لذلك رح يصير بي تفاعل كنزارو والتفاعل كنزارو بالوسط القاعد المركز أنه الألدهيد هذا من جمعة الألدهيد يصير بيها أكسد اختزال يعني جزئي تأكسد رح ينطيني حامض كاربوكسيلي تعرفون أنتم أكسدت الألدهيد تنطي حامض كاربوكسيلي وجزء يختزل ينطيني كحول على اعتبار أنه أنت تعرف أنه الألدهيد مني تاكسد تحامض كاربوكسيلي ومختزل ينطي كحول إذن هذا كل ما نقدر نحتي عن تفاعل كنزارو طيب سابقا ذكرنا قلنا هنا عندنا كروس ألدول هسا نوضح لكم قلنا أنه لما أنا عندي ألدهيد ألدهيد يتفاعل مع نفسه يعني مع ألدهيد مع نفسه وعندي ممكن كيتون كيتون يتفاعل مع كيتون طيب بوجود وسط حامضة أو قاعدي هذا ألدول يبقى السؤال هل ضروري بهذا التفاعل أنه الألدهيد هو نفسه يعني يتفاعل مع نفسه ما ممكن أنه يعني أجيب ألدهيد هنا يختلف عن الألدهيد الآخر يعني مثلا أستالدهيد بنزالدهيد أكو لو ما يصير التفاعل والكيتون نفس الحال يعني هل ممكن أنه أنا أجيب كيتون مثلا أسيتون مع بيوتانون مثلا كيتون مختلف مع آخر زين يصير أجيب مثلا مو كيتونات مختلفة أو ألدهيد زين أجيب ألدهيد مع كيتون مثلا ألدهيد ألدهيد مع كيتون هنا أنا نعم يصير لكن التفاعل مو ألدول نسميه كروست ألدول يعني أنا قبل قلنا ألدهيد وهنا أنا أعدي مثلا كيتون فإيش رح يصير رح يصير كروست وهنا أنا أيضا ألدهيد كيتون يعني القضية كروست ألدول هذا المقصود بالكروست إنه الستارتي ماتيريال مختلفة ممكن آلدهيد مع كيتون أو ممكن آلدهيد مع آلدهيد مختلف أو ممكن كيتون مع كيتون مختلف فماكو مشكلة شوف أسأل هنا أنا إشقال لك إذا فعن آلدهيد وكيتون وفق تفاعل آلدول كندنزيشن رح نحصل على أربعة نواتج وبعدين أنا أجيب لكم شنو الأربعة نواتج منين تجي وممكن أن نفاعل يعني آلدهيد معا شوف أسأ خل نشوف هنا أنا المثال هذا شو موضحنا شو نقصد بالدول كندنزيشن تذكر سابقا لما نكون أنا عندي هذا الالدهيد هذا بوسط قاعدية يتفاعل مع نفسه الآن أنا جبيت جزئة أخرى جزئة أخرى فهنا أنا رح يصير التكاثف بين الجزئتين أول شغلة فكر لي شوف من اللي أقدر أن تزعمل عند الألفا هيدروجين وحاول إلى كاربانيان ون هذه الجزئة هذا فورمال دهيد لا يمتلك ألفا هيدروجين ما لك علاقة بذني الهايدروجين ذني مو ألفا الألفا هيدروجين هي ذرة الهايدروجين مجاورة لمجموعة الكاربونيل هذا مجموعة الكاربونيل وهذه مجاورة لها طيب هذه الجزئة لا تمتلك ألفا هيدروجين يعني لا يمكن أنه أحولها إلى نيوكليوفيل يعني هنا تبقى جزئة مثل ما هي اللي يحصل عليها الهجوم يعني النيوكليوفيل رح يجي هاجم هذه المجموعة طيب النيوكليوفيل لمنين اجيبانا الكاربانيان ون لاحظ لي هذه الجزائية تمتلك هنانا هايدروجين وهنانا هايدروجين احنا قلنا لكم سابقا انه الاقرب للكاربونيل هو الاكثر حامضية يعني اقدر انتزع من عند الهايدروجين طيب خليلكم هنا باللون الاصفار هذا رح يكون سالب نيوكليوفيل ويهاجم هذه المجموعة وتعرفون بقية الميكانيكية والتفاعل انه هذا منيهاجم رح تنكسر هاي الكاربونيل واخيرا ينطيني يعني كحول واخيرا شينطيني ينطيني كحول هاشوف شون صارت كحول اما هذا الجزء هذا الجزء وهذا يبقى مثل ما هو يبقى مثل ما هو انت بس يعني تخيل انه الجزء شون صغيرة خلق تبهلك بغير صغيرة يعني اقصد على هاي الجزء ممكن تعتبرها هاي الشكل وهنانا مجموعة الكاربونيل للأسفل وهذا صير سالب هذه هي اللي تهاجم مجموعة الكاربونيل طيب هنا رح يكون عندي ناتج واحد بما انه هذا الالدهيد يختلف عن هذا الالدهيد هذا اسمي كروست الدول نفس مبدأ التفاعل ايضا هذا البسط القاعد ياخذ البروتون وهذا يصير نيوكليوفيل كاربانيان وان وبعدين يهاجم مجموعة الكاربوني نفس الميكانيكية بالضبط بس اريدك تفهم انه الدول يعني اذا اختلفت الالدهيدات او الكيتونات رح نسميه كروست الدول وايضا تباوع لي منه اللي يهاجم منه اللي يصير عليه الهجوم لازم تفكر في هاي الطريقة هذا ما يمتلك الفا هيدروجين فالقضية이 صف سهلة عليك رأسا انت تفكر هذا يهاجمها بس اذا اثنينات هم يمتلكون الفا هيدروجين هنا شوي يصير الوضعية شوفها السهنان باوعلي هاي هاي هذه الهايدروجين الفا مجاورة المجموعة الكاربوني وهذه الهايدروجين هنا أيضا الفا مجاورة المجموعة الكاربوني فمنه اللي يهاجم الاخر منه اللي يصر علي الشحنة السالبة هنانا هو شي يقول يقول الينوليت كارباني يعني هذا الكارباني المين يتكونه فروم كيتون والكيتون هو اللي يهاجم الالدهيد يعني بما معناه انه انت عندك هنانا اذا اختلفت الستارتين ماتيري الله احنا مو قلنا الكروس الالدول تختلف المواد المتفاعلة مو مثل الالدول فهنانا انا عندي كيتون كيتون ويمتلك الفاهايدروجين وعندي الالدهيد يمتلك الفاهايدروجين فمنه اللي رح يصير كاربانيان ويهاجم الاخر اه طبعا اه هنانا هذا وسط قاعدة مخففة هذا رح يكون الكاربانيان الكيتون رح يتحول الى كاربانيان ورح يهاجم الاسطالدهيد هالشكل وبعد تعرفون انتم هذي رح تتحول الى اوه من تنكسر الاسرة مثل ما ما بين لك هنانا هذي ينطيني الناتج واحد وطبعا اكو نواتج جانبية حتى لا احد يعني يستشكل ويقول انه ممكن اه يعني ممكن انه الكاربانيان تصير هنا وهذه تهاجم مجموعة الكاربانيان اي ممكن بس نواتج جانبية بالدرجة الاساس انه هذا الكيتون هو اللي يهاجم الالدهيد طيب اذا اختلفت اللي يعني هنانا بس اذكر لكم على مثال مثلا هنانا عندي مثل ما قلنا لكم سي اتش تري اه هذا اسطالدهيد تمام وفاعلته سي اتش تري سي اتش تو دابل بوند او اتش هسه هذا كروست اوكي ماكو مشكله فكر لي بيه هسه هذا منه اللي راح يصير كاربانيان وان ويهاجم الاخر هاذي اكو احتمال يصير الفا اه يعني هي الفا هيدرو اكو احتمال يصير كاربانيان وان ننتزع بروتون مننا وصير سالب اذا صارت هاي سالب تهاجم هاي الكاربانيان تمام زيان هاذي ايضا الفا مجاورة للمجموعة الكاربانيان ممكن اصير سالب يعني كاربانيان وان وتهاجم الكاربانيان فهنان احتماليا صار عديش كم ناتج صارت اثنين طيب فكروا هاي هذا من يصير كاربانيان وان لمليار من المليارات الجزيات احنا انتفقنا المول مليارات الجزيات اكو جزء من من نفس المركب يبقى يبقى مام متفاعل فهذا ممكن يتفاعل مع نفسه وممكن يتفاعل مع الجزيات الاخرى وهذا ايضا ممكن يتفاعل مع هذه الجزيات وممكن يتفاعل مع نفسه يعني مع جزيات اخرى سليمة غير متفاعلة فصار هنا عندي اربع نواتج اربع نواتج شفت الشيون هذه الجزيات اذا صارت كاربانيان تتفاعل مع نفسه مع الجزء السليم غير متفاعل وتتفاعل مع الالدهيد الاخر ونفس الشي بالنسبة للالدهيد الاخر ممكن يتفاعل مع نفسه مع الجزء غير متفاعل ومع الجزء اخر فهنا الاحتمالية بانه اكثر من ناتج هذه اذا كروست الدول والدهيدات مختلفة او كيتونات مختلفة رحصر عندك اكثر من ناتج لذلك وهنا نذاكر بالبداية كروست الدول هسا ارجع لك شوف هنا انا شقايل فور برودكتس هنا انا منيك تختلف الالدهيدات والكيتونات المبدأ واحد الفكرة واحدة ميكانيكية التفاعل واحدة المهم انه انت تعرف بين الجزء اللي يكون كاربانيان وان منه اللي هاجم شون يصير الكاربانيون و الى اخره من الميكانيكية عدنا يعني تفاعل اخر ايضا هو كندنزيشن تكاثف بيركن كندنزيشن هذا تكاثف بيركن شوف التفاعل اولا خلنا نعرف بين من وبين من هذا هذا شنقصد بيه السهنانة هذا انهايدرايد انهايدرايد يعني هنا انا بهذا المثال استك انهايدرايد دابل بوند او سي اتش ثري هذا انهايدرايد اختصارا هو كتبه في هالشكل هذا موضل حير بيه زين هو يقول يعني هذا بيركن هذا العالم استغل نفس المبدأ و انت هستقدر ايضا تفكر وتكتشف لك تفاعل من عندك على اجزاءات جوز ما احد منتبه لها قال طالما انا عندي هنانا هايدروجين مجاور الى كاربونيل وهذه سميناها ألفا يعني ذات صفحة حاموضية من اجيب وسط قاعدي اقدر اسحب منعدها الهايدروجين وهي حاولها الى كاربانيون اذا حاولت كاربانيين أقدر ساؤها مع مركبات كاربونيل هالشكل فكر احنا اللي اخذناها سابقا بالالضير ذات الكيتونات هو هنا انا افكر بيه من؟ بالانهايدرايد بالانهايدرايد دالي يا مثلا انا ممكن اجيب انهايدرايد مثلا استك انهايدرايد و افعلا مع وسط قاعدي مثلا خلات الصодуgame خلات الصوديم وسط قاعدي собственноكم لن هوايدرايد خليك حامض ضعيف ينطيني قاعدة قرينة خلات الصوديوم قاعدة قرينة كونججايتد بايس قاعدة قرينة مع الانهايد رايد نقدر نسحب من عندها البروتون ونحولها الى كاربان يانون اذا حصلنا على الكاربان يانون شوف لي اي الديهايد ممكن تتفاعل معه او كيتون ماكو مشكلة فلاحظ لي التفاعل هنانا بالبداية شون صار وبعدين نفتهم الميكانيكية هذا التفاعل ببداية طبعا ما راح تفهمها لا تشوف الميكانيكية شون صار شون صار التفاعل اول خطأ مفهومة هذه انه اه كوننا شنوه كاربان يان والانهايد رايد بقى مثل ما هو ما لك علاقة ببقية الانهايد رايد بقى مثل ما هو من صار كاربان يان من صار كاربان يان هذا هاجم لي مجموعة كاربان يانون وانكسرت العاصرة هذه نعرفها مو شي جديد طبعا من تنكسر الأسرة أيضا هذه الخطوة يعني ماكو داعي نكتبها لكم من تنكسر الصير بالبداية CO- وبعدين هذه تروح منين تاخذ البروتون من الوسط الحامضي لأن انت عندك خلات الصوديوم هذه بالبداية تاخذ بروتون منين من CH3 تتحول المن إلى حامض تخليك حامض من يتكون هنا حامض مات كاربون يتم كسر والصير CO- ترجع منين تاخذ تاخذ من حامض تخليك فاختصارا بديهي هذا الشي لأن عندنا هواية بالميكانيكيات السابقة رأسا كتبناها لك على شكل OH طيب أيضا واحدة من البديهيات أنه انت بعد يعني هواية تكررت هالقضية من صار عندك OH وصفة H ممكن تسحبه على شكل جزيات ماء إذا توفر وسط حامضي أو وسط قاعدي مع التسخين ممكن نسوي سحب جزيات ماء لأن سحب جزيات ماء ممكن يتم بالوسط الحامضي وممكن هذا يتم بالوسط القاعدي نعتبرها التفاعل اليمنيشن بالوسط القاعدي يعني التفاعل حذف نحذف جزيات الماء طيب حذفنا جزيات الماء وتكون عندنا هذا الألكين لأن تعرف أن تسحب جزيات ماء تنطي الكين صار عندي جزيات ماء هي هاي سحبناها من التفاعل وبعد شنو عندي لا تنسى أنت هسا من سحبنا جزيات الماء أهنانا ورجع مرة ثانية عندي الخلات الصوديوم ورجعت على شكل حامض طيب حامض وماء حامض وماء للأنهايدرايد شي سول لي سول لي هاي دروليسز تحل الماء أيضا هذي من البديهيات لحد الآن ما أجب نشي جديد أنت طالب مرحلة ثالثة تعرف أنه العنهايدرايد بسهولة يتحلل يضيف قطرات حامض وكمية قليلة من الماء سنتحلل العنهايدرايد بسهولة وبسرعة طيب ما عندك صار ما وعندك حامض جاك من حامض يخليك صار هاي دروليسز تحلل المائي الذي تعرف تحلل الماء للهايدرايد ليس يرجع لك الحامض الكاربوكسيلي إرجع الحامض الكاربوكسيلي فانت من تباع البركين كندنزيشن من البداية يعني تباع تقول هذي شنو الديهيد عندي بنزالدهيد مع استيكا نهايدرا شون الطاني هذا شون صار ظل حاير بي لكن من تفكر بالميكانيكية راح تعرف حقيقة التفاعل شون يمشي هسا انت كطالب مجرد ما تشوف عندك يعني انهايدراهيد و الديهيد بوجود بنزوات الصادية ونفكر انه هذا عندي تكاثف ممكن تختلف عندك هذا الديهيد هنا يجيك الديهيد ثاني مع اول ماكو مشكلة يبقى المبدأ واحد عدنا تفاعل اخر طيب احنا الحدلان نحكي عن شنو عن الكاربون اللي تحملش احنا السالبة هاي وين ما موجودة انا قدر استغلها اشان اقل لك ممكن انت تكتشف انه تفاعل اليوم انت اسمع هاي المحاضرة انه طالما عندك هاي نيوكليوفيل اي مجموعة من النقصة اللي كتروني مثلا كاربونيل او غيرها ممكن يهاجمها زيان عدنا تفاعل اسمه تفاعل فيتغرياكشن هاي فيتغرياكشن هاي فيتغرياكشن هنانا بشوف هذا الشي استفاد من عنده احضر من عنده الكينز امنيا من مركبات الكاربونيل يعني احول مركب كاربونيل الى الكين طبعا احنا اليوم مو موضوعنا مو مركبات الكاربونيل ولا الالكينات موضوعنا الكاربانيانون وهذا التفاعل هو يمشي من خلال الكاربانيانون لذلك حتينا طيب تفاعل فيتغرياكشن هاي فيتغرياكشن هاي طبعا فيتغريا حاصل على جهازة نوبل اه يقول من تفاعل مركبات الفيسفور العضوية يلايد مركبات الفيسفور العضوية اه مع مركب الكاربونيل راح نحصل بالنتيجة على الالكين شون من الصير القضية يا بخنفتهم الوضعية الوضعية كالتالي هسنرجع لكم بس اشوفكم شغلة هنانة الفيسفور الفيسفور من زمرة النايتروجين ثلاثة اواصر ظهرت عليها اواصر الرابعة اشتظهر عليها لازم هنانة شحنة موجبة تمام عندك الكاربون الكاربون ياخذ اربع اواصر اذا ثلاث اواصر اما تظهر عليها شحنة موجبة او سالبة هنانا هذا الكاربون اه شحنة سالبة فهنانا صار عندي المركب اصر عيونية مستقر يعني عندك هنانا الفيسفور يحمل شحنة موجبة والكاربون يحمل شحنة سالبة ومستقر المركب ما بي مشكلة احنا شنو علاقتنا بهذا علاقتنا بهذا باوع لي هنانا الكاربون اش تحمل شحنة سالبة هذا نقدر نعبر عنا كاربانيين وهذا الكاربانيين ممكن يهاجم لي الكاربونيل أي مركب يحمل كاربونيل فلذلك من الجهو هذا فيتيكو أنه استغل هذا المركب ومركبات الالايد فصار هذا التفاعل المهم يحولك الكاربونيلات إلى الكينات لاحظ لي أعيد لك الجزائي الشيون الصغيرة هذا الفيسفور هنا أنا مرتبط هذا الفنول يعني حلقة بنزين ثلاث حلقات بنزين هذا حلقة بنزين من نانا وعندك آصرة رابعة مع الكاربون فبالتالي ظهرت عليه شحنة موجبة الكاربون هنا H أو ممكن R غير الهايدروجين ممكن هنا أي جزء غير الهايدروجين يحضرونه من هذا المركب هنا شحنة سالبة هذا آصر عيوني مستقر هذا المركب الذي نستخدمه بالتفاعل الذي نقول عليه من مركبات الالايد الفيسفور العضوية ويبلش التفاعل شوفنا هنا التفاعل شون يبلش هذي مثل ما قلنا الكاربانيان تهاجم مجموعة كاربونيل وطبعا أكيدا مجموعة كاربونيل هذي رح تنكسر هذي الصير سالب مثل ما هنا الفيسفور لا زال عليه أربع أواصر الكاربون هنا صار عليه أربع ما عليه الشحنة لا يوجد مشكلة فصارت الاستقرارية من الشحنة السالبة على الأوكسجين مع الشحنة الموجبة على الفيسفور الخطوة اللي بعدها صير عندنا عادة ترتيب وتطلع جزئة ترايفينل فوسفين ويتكون عندنا الألكين المقابل مثل ما هسأنا هنا موضحة أنه شوف هذا طبعا هذا رسم هذا توضيحي بس أريدي وصل لك فكرة لك يعني أنت تخيل بأنه المركب الكاربونيل هذا شوف مركب الكاربونيل وهذا المركب اليالايت اللي هو ترايفينل هاي ترايفينل فوسفين تخيل بأنه هذا الجزء يروح مع الأوكسجين ويطلع هالشكل وش يبقى عندك يبقى عندك هذا الجزء مع السي اتش صارو هالشكل هذا مجرد للتوضيح ولا هو مو صحيح حتى الآصرة اللي هنا هذه الآصرة هذه مو صحيحة إنما فقط للتوضيح ولا هو حقيقة المركب مثل ما شرحتكم هو موجود على شكل آصرة آيونية أنت من تشوف مركبات هذه مركبات اليالايت شرحت تذكر عندنا تفاعل شنوى تفاعل فيتغ ريكشن اللي هو الشي حول اللي يحول اللي الكاربونيل لمن يحوله إلى الكين مثل ما هسب لاحظ له هاي الكاربونيل هنانا ش صارت صارت الكين يبقى عندك شنوى بس هذا الجزء إذا CH2 ترتبط هنا إذا مثلا R هنانا مجرد أنه أنت بس تختلف عندك هذه المركب الفسفوري العضوي بس نغير بال H هاي الهايدروجين راح يتغير الارتباط هنا ويبقى عندك هذا الجزء ثابت هذا الجزء أنه الكين آسرة ثابتة ذن الهايدروجين ذن حسب ما موجود هنا إذا R تستبدل R طبعا هذا المركب هو هالشكل وهنا ترايفنل يعني عفوا فنل وهذه فنل هاي ترايفنل فوسفين هذا واحد من تفاعلات الكاربانيان اللي هو ترايفنل زين مثال آخر هذا الشكل الصحيح للجزئة مثل ما قلت لكم قبل شوية أنه الآصر الموجبة من الفوسفور والكاربانيان على الكاربانيان تذكرون قبل شوية هذا الجزء هو ما نشتغل عليه ترايفنل وهنا هنا فوسفور وكان عدنا شنوه H H تمام هسا لديك تركزوا سوى هو هسا هنا استبدل وحدة منذرات الهايدروجين بمعوض المعوض اللي استبدله هو هذا يعني خلى لك هنا CH double bond CH2 انت شي لك علاقة انت شي لك علاقة بهذا الجزء مثل ما قلت لك هذه الهايدروجين وكانت هنا هايدروجين نقدر نستبدلها بأي جزء يعني هذا الجزء هو يبقى معوض ركز لي انت عليمن على هذا الجزء من يتحد معه من مع هذا الكاربون شوف شو رح يصير رح يصير عندك طبعا هذا معوض يبقى مثل ما هو ما لك علاقة الاتحاد يتم يعني التكاثف يتم يتم بين هذا الكاربون مع هذا الكاربون وكونون آسرة مزدوجة شوف هاي الكاربون اللي اشرناه قبل شوية عفون هذي هذي اللي اشرناه قبل شوية اتحدث مع الكاربون هذي هنانا كونون لآسرة مزدوجة اما المعوض الجانبي هذا وبعد شنويان المعوض الجانبي الهايدروجين بقى مثل ما هم مثل ما هم وشوف هاي الهايدروجين كمعوض جانبي وهي سي اشتو تقدر انت هاي الجزئة تقدر انت ستجرب سوي ايامك اكسرسايز جيب كيتون او الديهيد من هنا وغير لي هذا المركب ممكن تحصل نوبل برايز جائزة نوبل توصل الى مركب جديد شوف اه هنانا موجب هنانا ساليب غير لي الهايدروجين سوي لي هاي مثلا هنانا خلنقول سي اتش ثري وهنانا مثلا خلنقول سي اتش تو مثلا او اتش ما اكو مشكلة هذا الجزء هذا الجزء كل هذا اعتبار معوض يبقى مثل ما هو ما لا علاقة التفاعلي تم بين هاي الكاربون السالبة معه من مع هاي الكاربون اما بالنسبة للأوكسجين هذه تطلع مع الفيسفور اللي معاوض تعويض ثلاثي وصير دبل بونت او اكثر من هذا التوضيح بعد ما نقدر نوضح لك لان التفاعل هو بسيط بس يحتاج لك شوية مخيلة مو تدرخلي مثل ما هو مخيلة انه تخيل شنو المعاوضات الموجودة وشون تقدر تغيرها وانت من يمك تغير بالامثلة وتحل يعني صدقني مرة تفهم التفاعل هذا بسيط بس تغير هذه الـ تغيرها راح تحير بالتفاعل فانت ارادك تسوي ترينينج انت تجيب سجيل وورقة وقلام وكتب غير بالكيتون هذا وين المشكلة يعني غير بالكيتون خليك يعني بسيطراكشير مالتا اصعب شوي غير جزية سوي الديهيد ماكو مشكلة طيب زين ايضا عندنا واحد من تفاعلات الكاربانيان هو تفاعل اسمه كلايزين كندنزيشن تكاثف كلايزين شو يقول كلايزين خلنا شوفه بيمن خاص لحد الان احنا اخدنا تكاثف الدول وتكاثف بيركن كندنزيشن زين كلايزين شو يقول يقول الاسطرات ممكن ان تتكاثف مع بعضها والاسطر اللي يمتلك الفا هايدروجين شوف شو يقول اسطرز اللي يمتلك الفا هايدروجين بوجود وسط قاعدي بيسك سلوشن يمكن ان تتكاثف المن تتحول الى بيتا كيتو اسطر شنو بيتا شنو كيتو هذا شنو اسا شوف حتى التسمية الان اوضحها لك حتى خاف تقول هذا اسطر واضح من الصيغة العامة الى هذي الفا كاربون وهذي بيتا في البيتا عندي شنوها كيتون فاشصار هذا المركب عائلة عائلة يسمونها بيتا كيتو اسطر طيب شون انا حصلت هاي البيتا كيتو اسطر يعني لو تلاحظ احنا بالتميان العضوين بالمجامع الوظيفية هذا المركب بمجموعة وظيفية مهمة اسمها الاسطر وصار عندي مجموعة وظيفية جديدة كيتون يعني قدرت من من مركب يحتوي على الاسطر فقط انه حول الى مركب يحتوي على الاسطر والكيتون هو هذا فائدة التحضير زيان شون انا احول هذا المركب الى كذا وعلى اي اساس استندت هذا كليزين ايضا ما جاب شي جديد يعني فكر نفس القبلة انه انا عندي الاسطر اللي يمتلك الفا هيدروجين اقدر استغله وحوله الى كاربانيان وادخله بتفاعل شوف اول قضية خلينا انتفق على ان شاء الله انه هاذي الكاربانيان وهذا الكاربانيان واتفقنا انه الكاربانيان يهاجم الكاربانيان اوكي هاي نعرفها الاسطر او ار ممكن انه هذا الكاربانيان تهاجم الاسطر وتنكسر الاسطرة بعدين تغادر هذه المجموعة ال او ار ماذا يصير جنانا عندي راح ال النيوكليوفيل هذا يحل محل الاسطر يعني راح يكون الناتج دبل بوند او سي طبعا اكيد هاي معوضة من الانا فهذا اشي نسمي اشوف ايه حل محل يعني استبدال اذا استبدال للاسطر الاسطر 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 الالفا هايدروجين مالتها حامضيتها مو مثل الكيتون والالدهيد شوية حامضيتها اقل لذلك حتى احنا قلنا اذا الالفا هايدروجين حامضيتها قليلة يحتاج لوسط قاعدة قوي فهو افكر ما افكر طبعا بهايدروجسيت السوديوم ولا افكر بخلات السوديوم مثل القبلة الدول مثل بيركن لا افكر بقاعدة اقوى هذه القاعدة الاقوى ها تعرف هادي هزا شنو لو بس تقرأ ليها الاسطر الاسطر والاسطر اآ الاسطر هذا الصوديوم ايثوكسايد واللي هو يعني جايني من CH3 CH2 O-NA صوديوم ايثوكسايد قاعدة قرينة جايتني من الكحول الحام الضعيف قاعدة قرينة قوية جدا إذن حتى يتم تفاعل لازم عندي قاعدة قوية هاي القاعدة القوية تقدر تسحب لهذا الهايدروجين ورح تحول علما إلى كاربانيا فتخيل انت هسا هذه القاعدة هذه القاعدة رح تاخد هذا الهايدروجين ايش رح يتكون عندي رح يتكون عندي رح يتكون عندي CH2 C double bond O O-R زين ويبقى عندي جزء من الأستر غير متفاعل اللي هو CH3 C double bond O O-R هاي طبعا سالب نسينا فهنا هذا الجزء رح يهاجم مجموعة الكاربونيل وبعديا بالنتيجة النهائية هاي المجموعة تغادر وفق الميكانيكية هسا نشوفها إذن تكاثب كلايزين يحدث بين الأسترات بوجود وسط قاعدة قوية مثل الصوديوم إيثوكسايد هذي منين جيتنا طبعا هذي هي نفس المجموعة غادرت على الشكل كحول يعني تعرف أنت الأستر منين جايني من حامض كاربوكسيلي وكحول طيب ميكانيزم أوف كليزين كندنزيشن هذي كالتالي الإيثوكسايد هنانا ياخذ الألفا هيدروجين رح يصير عندي الكاربانيان ون الخاص بالأستر رح يهاجم جزئة أخرى غير متفاعلة طبعا هذي تنكسر الكاربونيل وصير سالب هاي نعرفها بعدين هذي ايش صار عندك انتهينا هنا ركز لي على هذا الجزئ هذا الجزئ عندك المجموعة الجديدة اللي ارتبطت عن طريق الكاربون اللي هي كاربون ارتبطت بالكاربون وعندك هذي الأو سالب عندك أو أثل منه اللي يضعب فيه هم ينكسر يغادر لأن هذي سالب غير مستقرة تتجع تردت منه بسعة لشكل آسرة مزدوجة لا تصدق انه كاربون كاربون هذي تنكسر هذا الكاربون كاربون هذي تنكسر لأن آسرة كاربون كاربون قوية الكوروسة اللي بيناتهم يعني متساوية أو شبه متساوية هنا فتكون الآسرة قوية بينما هنا عدي كاربون وأكسجين الآسرة تكون أضعف يعني طبيعي كسر الآسرة يكون من الجزء الأضعف هذه رح تترتب هنا وهذه راح تغادر تطلع لان هي الاضعف فصار استبدال هنا وفق هذه الميكانيكية تفاعل يعني جميل ومهم جدا بعد انت يبقى عندك شون تغير هذا الاستر حتى يمشي الحال مع هذا مثال اخر عندنا استر للبراوبانا ويت استر للبراوبانا ويت بس لدي فاهمك انه القضية سحب الهايدروجين صير منها مهما يعني زاد حجم الجزائية ما لك علاقة تبقى البرينسبولز نفسها وشوف انت عندك هنا منصار كاربانيان وكنت جزائية من نفس المركب ما متفاعلة راح تتكاثف معاها والنتيجة راح تكون بعدين مغادرة هذه المجموعة ويطلع عندك هذا المركب النهائي اللي هو بيتا كيتو استر هذا الموقع بيتا كيتو استر كل ما يكبر حجم الجزائية يعني اضل انت يعني شوية اه ادوخ بيها هاي منين جيتني واشلون لان انت من رسميت هنانا السالب صارت من ثاني ذرة مو اول ذرة حتى يمشي التفاعل بشكل يعني مستقيم ما دام هنانا هذي اللي صارت راح تبقى عندك هذي خارج الموضوع وهذا اللي يتهاجم بالنتيجة هيا وانا موجودة هنانا حلك مثاليا ثلاثة وشوف وان توقع بالاخطاء راح تكون اخطائك مو هنانا بهاي المجموعة ولا بالجزء اللي يدخل راح تكون اخطائك بالمعاوضات الجديدة طيب هل ممكن انه كليزن يتم عندي بالاستر اذا ما يمتلك الفا هيدروجين طبعا لا احتاج لالفا هيدروجين حتى يصير كاربانيان هل الا شرط انه اه كليزن انه لازم الاستر هو نفس الاستر يعني مثلا هنانا عسا قبل شوية عندنا كان CH3 اثل اسيتيت او CH2 CH3 هذا بوجود وسط قاعدي صوديوميتوكسايد فاعل مع نفسه زين يصير مثلا اجيب هنا استر يختلف هنا استر يختلف وتفاعل مع هذا نعم ماك مشكلة بس هنا ايضا سيصير كروست سيصير كروست كليزن هذا عندنا نفس المبدأ طالما يمتلك الفا هيدروجين الاستر ماكو مشكلة انت ام ان تشوف انت تفاعلات لا تظل الحائر لهو الحلقة وشون ما لك علاقة نفس المبدأ ركز لي انه ش عندك هنا قاعدة قاعدة قوية وهنا عندك الفا هيدروجين راح تكون نيوكليوفيل اذا تكون نيوكليوفيل يهاجم جزئة اخرى غير متفاعلة مثل ما هنا وتغادر بالنتيجة هذه ويتحدن الجزئتين مع بعض المحاصلة النهائية هادي طيب كروست كليزن مثل ما قلنا لما نكون انا عندي الاسترات مختلفة شون اسا هذا اثل اسيتيت هنا انا مع عدي اثل بنزاويت منه اللي هاجم منه هاي اول خطوة تفكر بها تقول منه اللي هاجم الجزء الاخر اللي هاجم هو الكاربانيان منه اللي راح يتكون كاربانيان ما تمتلك الفاهايدروجين فما رح تتكون كاربانيان هذا اللي راح يتكون كاربانيان سالب ولا اللي هاجم هذا القضية سهلة عليك ويتم الهجوم يعني بعد تعرفت نفس الشيه هنا نوجي هاي الجزئه الاخر أثل فورميت أثل فورميت لا يمتلك الفاهايدروجين يعني ما راح تكون كاربانيان في حين هذه الجزئه راح يتكون كاربانيان هننا بالموقع الثنين موقع اثنين راح تهاجم هنا ويتغادر بعدين مجموعة الاثيل شوف شون هذي الجزية اللي هي هاجمت هذي الجزية اللي هاجمت هاجمت من ثاني ذرة لذلك هيتبقى خارج الموضوع صار الهجوم هالشكل يعني هذي كان السالب هذي هاجمت لمجموعة الكاربونيل مجموعة الكاربونيل هذي والاستر اللي تغادر هذا كلايزين ريافشن اذا هذي عندنا واحد من تفاعلات التكاثف هو كلايزين كيندينزيشن يتم بين الاسترات ويحتاج لوسط قاعدة قوي مثل السوديوم ايثوكسايد اذا انا عندي يعني الاستر يعني دايستر هنا انا عندي شون هسه هذا جاينا من الاوكزاليكاسد اثي الاوكزاليت هماكو مشكلة شون التعويض يصير يصير عليها الاثنيناتين لو على جزء واحد جزئة متناظرة هذي فالتعويض مننا هو نفسه مننا يعني سامترك مولكيو اذا تعوض مننا او تعوض مننا نفس الشي بس يبقى على قد المولات اللي تستخدمها على قد المولات استخدمها اذا واحد مول رح يصير بتعويض مونو سبستيتيوتيد مونو سبستيتيوتيد اذا تو مول يصير يعني تعويض داي سبستيتيوتيد الفكرة نفس الشي هذا يكون سالب لأن عندي صوديوميثوكسايد وهو اللي رح يهاجب مجموعة كاربونين وتغادر مجموعة الاثل شوف شوف اشتون صار هنا هذا الجزء بقى مثل ما هو هذا ما تفاعل والتفاعل تم على الجزء يعني احد الأجزاء لانهن المولات عندي يعني مول مول اذا استخدمنا زيادة يعني من الاثل البروبانويت مولين رح يصير التعويض على هذا الجزء وعلى هذا الجزء سيراد لك مخيلة نوت تخير شون تغادر هذا المجموعة ومنه يدخل مكانها يدخل هذا وهذا تكون خارج الموضوع ونفس الشي هنا انه هذي تهاجم المجموعة تطلع الاثل وهذا تكون خارج الموضوع شوف هنا هذا الجزء هاجم وايضا هذا الجزء هاجم اقدر يعني استمر بهذا التفاعل يعني انا منوصل لهذه النتيجة مش استفاد من عنده هذي شوف هذا الاثتر هذا الاثتر ممكن يضيف لما وحامض يتحل لانطين حامض كاربوكسيلي يعني اقدر استفاد من عنده زين هنونا عدي اثل مالونويت من المالونيك اسيد مع الاثل كاربونايت شوف الاثل كاربونايت جاءت من حامض كاربونيك عندي الاثل من اتجاه يعني مننا ومننا الاثل مالونويت يمتلك الفا هيدروجين هذي هذي جزئة ما تمتلك الفا هيدروجين فهذا راح يكون يعني كاربانيان هو اللي هاجم ويكون التعويض من اتجاه واحد شون تشوف هنا تعويض من اتجاه واحد صعب يصير التعويض من اتجاه يعني حتى لو حتى لو عندك زيادة من هنا لان انت عندك هذا الجزء راح يسوي لك وهنا مجموعة اثل صعب شوية توصل الكاربوني حموم يعني هذا متفاعل حلو لان انت هنا عندك الفا هيدروجين وعندك صوديوم اثوكسايد تقدر تكون كاربانيان تستغله في تفاعل كلايزين كندنزيشن شوف هنا كلايزين كندنزيشن لكن ما ضاف لأستر يعني عفوا احنا اللي همن انه الكاربانيان وهذا الكاربانيان اضيف هلم لمجموعة الكاربونيل وتغادر مجموعة الاثل عندي جزء او مركب اقدر اكون بكاربانيان هذا الكيتون هذا الكيتون هذه الفا هيدروجين الفا هيدروجين وهذه ايضا الفا هيدروجين احنا اريدك تفكر هذه الجزئة تمتلك ألفا هيدروجين كيتون وهذا الجزئة تمتلك ألفا هيدروجين وعنده قاعدة قوية لابد واحد من عندهم يتحول إلى كاربانيان يعني نسحب من عنده هيدروجين فهذا يعتمد على منه اللي هو ينطي هيدروجين بسهولة منه الحامض يتعلى هيدروجين مالتهاي الـ H وهنا نعدي هذي الـ H منه اللي حامضيته أعلى تذكرون قبل شوية قلنا الأستر الحامضية مالتها أقل يحتاج قاعدة قوية الكيتون حامضية البروتون هذا الألفا هيدروجين أعلى من الأستر أعلى من الأستر وبسهولة سيأخذ الـ H ويتكون كاربانيان من نانا هذا من يتكون كاربانيان راح يهاجم الأستر وتطلع مجموعتنا مثل ما يشوف السهنانة هذا الجزء اللي يهاجم هاجم منه مجموعة الكاربانيان واللي يغادر هو الأثل يعني أنت لما يكون عندك تنافس بين هذا الأستر وكيتون ويجيك يجي سؤال أنت تظل حاير أولا عندك قاعدة قوية وتفترض وعندك مركب من مركبات كارباني اللي هنا وهنا يعني مجاورة إلى ألفا هيدروجين وهذا أيضا مجاورة إلى ألفا هيدروجين يبقى سؤالك هنا مني أن تسحب أنت الهايدروجين باستخدام هاي القاعدة طبعا تفكر بالأكثر حامضية الأكثر حامضية بسهولة أنت تزعم من عندها الهايدروجين أنا قلت لك أنه الأستر الألفا هيدروجين ما التأقل حامضية من الألدهيدات والكيتونات بالتالي رح يكون التوجه باتجاه هذا الكيتون بسهولة أنت تزعم من عندها الهايدروجين يعني يتكون كاربانيان هنا مني تكون كاربانيان 1 هنا رح يهاجم هذه المجموعة ويتم التفاعل مثل ما نعرفه طيب التفاعل الأخير محاضرة اليوم طبعا نطول عليكم تفاعل دايك مين كندنزيشن تكاثف باستخدام دايك مين أنت لا يلبرك الأسماء وكثرتها وشون يعني أنا قاعدة يعني لازم نورقة وقلم وحفظ أسماء التفاعلات لا مو هالشكل بس يعني أنت يكون يقول لك واحد ألدول تقول أعرف شينو ألدول وشينو الظروف مالته يعني يحتاج لألدهيد أو كيتون بوجود وسط قاعدة وحامضة نقل لك مثلا بيركين تقول بيركين الأنهايدرايد بوجود الصوديوم أسيتيت مع مركب الكاربوني أو دهيد أو كيتون نقل لك دايك مين هسا نقل لك شينو دايك مين شوف أستخدام ضبطناك كلايزين كندنزيشن لا يوجد مشكلة كلايزين كندنزيشن لما أنا عندي دابل بوند أو أو آر وعندي كاربعنيا حتى تستبدل هذه المجموعة إذا أجاني أنا مركب إذا أجاني مركب مثلا خلينا نقول شون هسا هذا المركب دابل بوند أو قبل شوية أو آر دابل بوند أو أو آر صار التعويض على واحد من الاتجاهات دابل بوند أو أو آر مثلا سي اج تو سي اج تو سي اج تو خلينا نقول هنانا آآ سي اج تو و وهنانا أستر أو آر أستر لاحظ لي هذا الجزء شنو أستر وهذا الجزء الأخير شوية مواضح هذا همينا أستر هاذي الجزئة تمتلك ألفا هيدروجين نعم هاي الألفا هيدروجين أو هاذي ماخو مشكلة جزئة متناظرة يعني هاذي ألفا هيدروجين وهذا ألفا هيدروجين نفس الشي ماكو مشكلة هاذي الجزئة الأ Learn إذا أضفت الهوسط قاعدي مثل الصوديوميثوكسايد رح يكون عندي كاربانيان طيب هذا الكاربانيان ممكن يتفاعل مع نفس الأستر من نفس الجزائية هذا الكاربانيان ممكن يتفاعل مع مجموعة الأستر اللي هي ضمن نفس الجزائية فالتفاعل يصير Intramolecular reaction يعني Intramolecular within the same molecule ضمن نفس الجزائية احنا لدينا التفاعلات Intramolecular reactions يعني بين جزائية وجزائية أخرى و Intramolecular reactions يعني ضمن نفس الجزائية إذن Direct main reaction هو التفاعل اللي ينطيني مركب حلقي بيتا كيتو أستر لكن حلقي مثال عليها قبل شوية خدنا المركب شوف هسا هذا المركب اللي رسمته لقبل شويانا هو نفسه بس هنانا وضع الفراغين قرب هالشكل طبعا هو المركب ما موجود بالطبيعة هيتش يعني شكل مستقيم لا المركب يتخذ الوضع الهندسي اللي يكون بمناسب يعني ممكن هالشكل 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 عندي هنا الفا هايدروجين هاي شوف انت الولاء وعندي بيس قاعدة صوديوميثوكسايد أو غيرها راح يتكون هناك كاربانيان هذا الكاربانيان ممكن يهاجم هالكاربونيل وراح يصير عندي يعني تتكون عندي آثرة جديدة في هالشكل وهذه سيطلع لاحظ هذا الجزء هالسل اللي يتكون هذا هذا راح يكون مغلق حلقة يعني شوف هسانا نقيت لك هالشكل انغلقت هذة حلقة في كيف هاي الحلقة سداسية خماسية يحسب هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حلقة خماسية مثل مراسم هلك هنا هذا هذا خارج الحلقة ما لك علاقة به هذي راح تغادر بس اريدك تتخيل انه داعك مين راكشن هو نفس كلايزين راكشن نفس كلايزين راكشن لكن فرق عن كلايزين انه خاص بنفس الجزئة يعني شفتوا انتو شون العلماء واحد يكمل يعني فكرة الثاني نفس اجه كلايزين اشتغل على الاستر ويشتغل مني يكون انا عندي كاربانيان هاجم الاستر اجه الدايك مين قال اذا انا عندي مركب هو نفس الجزئة بها جزء استر وهنا جزء استر وعندي انا الفا هيدروجين حول كاربانيان ممكن هي تهاجم نفس الجزئة وصير غلق ويتكون مركب خماسي الحلقة وهذا هاذ الجزئة تنكتب لك هالشكل او تنكتب لك هالشكل دابل بوند او مثلا او ار هنونا سي اج تو سي اج تو سي اج تو سي اج تو هنونا دابل بوند او او ار وقلنا هاي الجزئة بالفراغ ما تواجد هي هالشكل مستقيم هي بالحقيقة تاخذ الوضع المناسب لها هتصير الغلق الحلقي هذا تفاعل يعني ممكن ينطيني حلقات خماسية او سداسية حسب طول الجزئة هسه هذي الجزئة شوف شوف انت سعدي هنونا هاي سي اج تو هاي سي اج تو لو زودنا هنونا بعد سي اج تو هنونا هتشي هنونا سي اج تو وكملنا اللي كان الحلقة صارت سداسية صير سداسية هنونا الحلقة مخماسية الهنان طبعا ونتوقف معكم محاضرة اليوم ونكمل لكم بالاسابيع الجاية بقية التفاعلات اريد معكم تقرون المادة والبول وذا عادكم سؤال سئلوا وحنا حاضري اشتركوا في القناة